بسم الله الرحمن الرحيم. زيكو شباب. آآ هنكمل كلامنا النهاردة في دبلومة اعداد مهندس تصميم كهرابي. آآ سابقكم ان كلمنا في الدرس اللي فات عارفنا آآ ازاي نقرأ اللوحة معمريا. عارفنا ازاي نقرأ لوحة البلانات البلان. وعارفنا ازاي نقرأ لوحة او السقف السائط. وفي نفس الوقت عارفنا ازاي نقرأ آآ لوحة السكشن او القطاعات بتاعة المباني. آآ وزي ما اتفقنا ان عشان اعرف اعمل تصميمي مزبوط. كهرباء سواء كان انار او او ايا ان كان السيستم اللي انا هشتغل عليه. لازم اكون فاهم اللوحة معمريا صح. عشان التصميم بتاعي يطلع مزبوط. تمام? فنصيحة آآ شوفوا الدرس الاولاني قبل ما يبتدي الدرس ده. تمام? آآ الناس الخبرة الموضوع مش هيفيدهم قوي فممكن يبتديه من الدرس ده. اوكي? آآ قبل ما اعمل اي تصميم آآ المشروع بالذات في موضوع الانهارة. في نوقات معينة كده انا لازم آآ اعرف ايه هي عشان تصميم بتاعي يطلع مزبوط. رقم واحد لازم اعرف ايه هو نوع المبنى اللي انا مطلوب مني ان انا اعمل اضاءة لي. هل هو مبنى اداري ولا مبنى سكني ولا مبنى تجاري ولا مستشفى ولا مصنع ولا ورشة. تمام? لازم اكون عارف ايه هو بتاع المكان اللي انا هصميم للأضاءة. اوكي? هنعرف ليه دلوقتي. يعني نعرف بعدين هنعرف ايه سبب الموضوع ده. تمام? رقم اتنين ايه هي البيانات بتاعة الاوضاء اللي انا هعمل فيها تصميم اضاءة. طبعا المبنى بيتكون من مجموعات غرف. فكل غرفة بيبقى ليها استخدام. بناءا على استخدام ده بيأثر في كيفية تصميم الاضاءة للمكان ده. اوكي? رقم تلاتة نوع السقف. طبعا زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات آآ في الانواع الدرجة للسقف للسقف المعماري آآ اول نوع اللي هو السقف الخرصاني اللي هو ما فيهوش سقف سائط اللي هو زي في بيوتنا مثلا اللي هو انا مش معامل سقف سائط في بيتي اللي هو خرصانة وبتدهن آآ بلاستيك وخلاص. اوكي? فيه النوع التاني اللي هو الجبسون بورد اللي هو بيبقى الجبس. وبيبقى حتة واحدة. فيه نوع التالت اللي هو البلاطات الجبس. بيبقى بلاطة ستين في ستين. فيه اسقف الومنيوم. يعني فيه انواع كتير. فلازم اعرف السقف بتاع الغرفة دي. نوعه ايه? عشان برضو هيؤثر معي في موضوع التصميم. اوكي? طيب. رابع نقطة لازم اعرف آآ نوع الكشاف اللي انا هشتغل به في التصميم بتاعي. النوع الكشاف ده بيتحدد آآ بالاتفاق مع آآ مهندس المعماري او الانتيريور ديزاينر او مهندس الديكور بالتنسيق مع المالك. لان المالك ممكن يكون ليه طلبات معينة آآ هو بيطلبها طبعا من المهندس المعماري والمهندس المعماري بالتالي بيوصلها مهندس الكهرباء. ان هو محتاج مسلا ان هو الكشفات مسلا بتاعت مشروع ده تبقى لد مسلا. اوكي? ممكن يسيبها مفتوحة فتبقى بتاعتك انت 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 اللي شايفه افضل تشتغل به. اوكي? وفي الاخر هو اللي وافق عليه برضو بعد موافقة المعماري. فبرضو ده حاجة مهمة جدا لازم اكون حاسمها قبل ما اعمل التصميم بتاعي. طيب خامس نقطة تحديد معامل الصيانة طبقا لنوع المكان. طبعا الاماكن آآ آآ بتختلف سواء كانت نضيفة او مش نضيفة بتأثر آآ على شدة الاضاءة بتاعت الكشاف على المدى على المدى الطويل. اوكي? لان طبعا ساعات بيخش لها اتربة ورطوبة وكده بتأثر على شدة الاضاءة اللي خارجها من الكشاف. فلازم ابقى عارف المكان ده. طبعا انا بعرف معامل الصيانة ده من نوع الايه? من نوع من بيانات الغرفة. اوكي? طبعا اكيد معامل الصيانة بتاعت الورشة مختلفة عن معامل الصيانة مسلا بتاعت مكتب. اوكي? آآ سادس نقطة تحديد الورك بلان. الورك بلان ده آآ هي النقطة اللي انا بعمل عليها حسابات الاضاءة بتاعتي. يعني انا مسلا على سبيل المسال انا عندي آآ لو انا عايز احسب اضاءة في لمكتب. انا هحسب الاضاءة على ايه يا شباب? هل اتفاع الارضية ولا اتفاع متر ولا اتفاع اتنين متر ولا ايه الدنيا? مزبوط. هنعمل حسابات الاضاءة بتاعتي على المكتب. ارتفاع المكتب. اللي هو تقريبا بيقى حوالي خمسة وسبعين سنتي. اوكي? هو ده اللي يهمني الاضاءة او اللكس يكون مزبوط عليه. اوكي? طيب. سابع نقطة هي معامل لانعكاس الغرفة او الريفليكشن فاكتور. الريفليكشن فاكتور بيبقى للتلات عناصر بتوع الغرفة. طبعا اي غرفة بتتكون من ايه? من ارضية وحيق وحوائط وسقف. اوكي? اه طبعا الريفليكشن فاكتور بيقصر معي الماتيريال بتاعته بتأثر على حسابات الاضاءة بتاعتي. وفي نفس الوقت لون الديهان نفسه بيقصر معي. اي نعم هو العامل ده فرعي بس هو بيقصر تأثير بسيط جدا ايه. اوكي? بس برضو لازم يكون نكون عارفين. تمام? آآ تامن نقطة شدة الاضاءة المطلوبة طبقا للكود. طبعا احنا عارفين آآ ان الكشاف بيخرج شد بيخرج اضاءة وحداتها بالليومن. اليومن. اوكي? آآ اللاكس بقى هو اليومن على المتر المربع. هو شدة الاضاءة لكل متر مربع. تمام? فلازم بتاع الغرفة اما اجيح سيبه لازم يكون في الحد المطلوب تبقى للكود. طبعا ده بيتحدد بناءا على ايه? بناءا على نوع المبنى والغرفة دي ايه? ايه بتاعها? بناءا على ايه? بنرجع للجدوة الموجود في الكود المصري او لو مش موجود في كود المصري بنرجع للجدوة الاي اس ان اي اي اي? اوكي? بنعرف ايه هي ايه هو اللاكس? المطلوب. تمام? طيب. آآ طبعا انا عندي آآ انواع نوعين في الاضاءة الداخلية. احنا لكل كان من الوقتي على الانتيريور مش نتكلم عن الانتيريور دلوقتي. آآ في اضاءة مباشرة واضاءة غير مباشرة. الاضاءة المباشرة دي اللي هي زي مثلا النجفة او زي اآ دي اضاءة انت بتبقى شايف الكشاف او اللمبة واضائتها. اوكي? آآ لكن النوع التاني الاضاءة الغير مباشرة ده اللي هو زي ما زي النوع الشائع او المنتشر في في المشاريع اللي هو السقف السوقت. ده انا بشوفش اللمبة او بشوفش الكشاف بس بشوف انعكاسه مثلا على السقف او نعكاسه على الحيطة او كده. الان دايريكت لايتنج. اوكي? آآ انواع اللمبات والكشافات بقى. آآ طبعا دلوقتي اكثر اكثر الكشافات او اللمبات انتشارا هو الكشاف الليد او اللمبة الليد. طبعا آآ لان هي بتوفر آآ كتير جدا في الطاقة نتيجة ان بتاعها تقريبا قريب من الواحد فهو فهو الطاقة اللي بتخش لها بتخش الكشاف هو اللي انا بستفيد بيها. ما فيهاش فقد خالص. تمام? وفي نفس الوقت الواتج بتاعها بيبقى قليل جدا. يعني الوات اللي هي بتسحبه بيقى قليل جدا. فهي موفرة. موفرة في الاستهلاج. ايه بس ده بيعود ان هي بتكون سعرها غالي نسبيا لبقية انواع الكشافات. هي سعرها غالي. لكن التوفير بتاعها بيقى كبير جدا. تمام? النوع التاني هو كومباكت فلورشنت. اوكي. هي برضو كشافات كشافات مدمجة. هي كانت انتشرت في من حوالي من حوالي عشر سنين كده آآ كانت بدايتها وآآ وكانت يعني افضل ميزة فيها ان هي كانت برضو بتوفر في الطاقة كانت تقريبا معامل القدرة بتاعها بيمكن يوصل لحد خمسة وتسعين في المية آآ بس هو عيبها ان هي بتركب في كشافات معينة لان طبعا الشكل اللمبة الموفرة آآ كلنا عارفينه اللمبة صغيرة كده زي اللمبة كده فانت ممكن تركبها في آآ ممكن تركبها في بس تركبها في آآ في قبليك على الحيطة ممكن تركبها في آآ في دورات المياه لكن اللمبة نفسها مش طويلة فهي محدودة استخدام اللمبة بيبقى محدود في كشفات محددة ما تنفعش يعني ما بتشتغلش في كل الاماكن أوكي آآ وكان برضو في عيد فيها ان هي لو اللمبة كسرت لقدر الله ممكن المادة اللي جواها آآ تجيب آآ امراض آآ واللي عوز بالله ممكن تجيب آآ فهي انتشارها دلوقتي قل كتير جدا عن زمان اوكي آآ النوع التالت هو اللمبة الفلورسنت طبعا دي آآ قبل كان هي اللمبة ولا زيت موجودة لحد دلوقتي هي اللمبة اللي هي اللي هي المتر وعشرين او ستين اوكي آآ دي مكوناتها بتبقى فيها تشوكويل وبيقى فيها ستارتر آآ هي استهلاكها متوسط اوكي بالنسبة للكشفات الهالوجين والتنجستين وبطبعا ما توصلش الكمباكت فلورسنت او للليد آآ عيبها ان برضو نفس زي 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 الكشفات الكمباكت كده هي في منها طولين اللي هو المتر عشرين سنتي والستين سنتي لكن ما بتركبش مثلا طبعا ما فيش لمبات بتركب في سبوتلايت مسلا ولا 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 هي بتركب بس في كشاف يا مية متر وعشرين سنتي وستين سنتي اوكي آآ النوع الرابع احنا هنقول نوعين في نفس الموضوع اللي هو الهالوجين والتنجستين هي بتبقى كشفات كده حرارية آآ بيبقى ملف جوه غاز يعني اللمبة آآ ملف جوه غاز غاز خامل لما الطيار بيمشي الملف ده بيسخن فبيطلع وهج كده فبيطلع اضاءة هو عيبها عيب الكشفات دي ان هي استهلاكها للكهرباء عالي جدا آآ بالنسبة طبعا للكشفات اللي فوق هي كأنها يعني هي عاملة زي تقريبا بتاعها بواحد لكن بتاعها بيبقى كبير جدا يعني مسلا ممكن الكشف الليد على سبيل المسال اتناشر واط يكافئ لمبة تنجستين مية واط فطبعا فرق شاسع ما بين الاستهلاك اللمبة دي واللمبة دي لان انا طبعا في المشروع بتاعي مش هستخدم لمبة واحدة بس انا هستخدم مجموعة من اللمبات فالفرق التسعين واط ده في عدد اللمبات طبعا هي فرق كتير جدا في في الاستهلاك وفي التصميم بتاعي تاني عيب من عيوبها ان هي بتولد حرارة عالية جدا في المكان فالموضوع بيبقى يعني مش ظريف فده عيب تاني برضو في الكشفات الحرارية اللي هي التنجستين او الهالوجين الكشفات الهالوجين طبعا في منها نوعين نوع بترانس وفي نوع من غير ترانس اللي من غير ترانس ده على طلب يبوز يعني عمر الافتراضي بتاعها هي حتى التنجستين برضو ملهاش ملهاش آآ آآ بتتحرق على طول يعني العمر الافتراضي بتاعها قليل جدا بعكس الليد الليد مثلا العمر الافتراضي بتاعها ممكن يوصل لتلاتين الف ساعة ويمكن اكبر كمان تمام آآ دي كده مقدمة بسيطة على آآ تصميم الاضاءة هنرجع آآ للوحة السقف السائط بتاعتي بتاعة المشروع اللي احنا ان شاء الله هنعمل عليه ده الدور الارضي زي ما انتم شايفين في مدخل في مجموعة مكاتب وميتينج رومز دورات مياه وقودة كهرباء وآآ وعيادة يعني المشروع ميزة المشروع اللي انا مختاره ده انه مشروع متنوع في في آآ انواع كتير قوي من الغرف فان شاء الله هنستفيد منه آآ اخصى استفادة آآ دلوقتي هنتكلم على ال الازرق اللايت ده ميزته ان هو مش معقد زي اله داعلاكس الريد فآآ ده لو حد لسه بيبتدي في المجال هيبقى هي يعني بينجز الموضوع يعني الموضوع بيبقى في الانجاز لو انا عايزة عامل اضاءة يعني عمل تصميم الاضاءة الغرفة كده في السريع اللاي اللاي النصد الازرق ده بيسعيفني على طول اوكي آآ طبعا هنفتح الازرق دي اول رسالة بجيلي هندس نيكست بنحط هنا بديانات المشروع بتاعي. اسم المشروع. اسم الغرفة. هنا وصف المشروع. بنحط هنا دي بيانات مش ضرورية جدا بس انا ممكن احطها مسلا احط الرقم يعني ممكن احط اسم المكتب بتاعي. لو مكتب السشاري بتاعي. احط رقم التليفون. احط اسم يعني احط اسم الشركة احط اسم العميل. ما فيش اي مشكلة. نفس القصة هنا. العنوان بتاع الشركة الايميل الفاكس التليفون. دي كلها حاجات بس دي فايدتها ان انا ان هي بتطلع في في اللي بيطلع في الحسابات بتاعتي. اوكي? هنا ممكن احط اللوجو مثلا بتاع المكتب بتاعي. عن طريق هنا. اختار الصورة بتاعت اللوجو بتاعت المكتب بتاعي. اوكي? فدي فرعية. حاجة فرعية. اوكي? هندوس هنا انا مطلوب مني ان انا احط بتاعي بتاع الغرفة. اوكي? هنا بحط الطول الاوضة. وهنا بحط عرضها طبعا بالمتر. هنا بحط الرتفاحة. في حالة ان الغرفة دي مش منتظمة على شكل حرف ال. اوكي? بنحط الا والبي اللي هو طول والعرض. وبنحط السي اللي هو الطول ده. ودي اللي هو الطول ده. او دي لو حالة ان هي تمام? ده رفليكشن فاكتور. اوكي? زي ما احنا شايفين كده اه 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 هنا دي اللي بيدهم بيها السقف. اوكي? زي ما احنا شايفين كده ممكن اه كونكريت خرصانة وود خشب آآ اسمنت يعني هنا محطوط كل انواع الماتيريال اللي ممكن يتشطب بها بالوانها. بناء عليها بيتغير اوتوماتيك. اوكي? فاحنا هنخليها على الستاندرد. هي تقريبا بتمانين. ممكن نخليها سبعين. ما فيش مشكلة لو احنا عايزين نعدل. ممكن نرجع فيها للكود المصري عشان نعرف آآ ايه هي القيم بتاعها. بس هو في الغالب بيبقى سبعين خمسين عشرين. سبعين سقف خمسين حيطة. وعشرين ارضية. اوكي? طيب هنا بنحط زي ما اتفقنا هل هي غرفة نظيفة جدا? اوكي? هل هي غرفة نظيفة بس? هل دي اكستيريور خارجي? ابليك مسلا برا? هل ده آآ يعني مكان في آآ تلوث كتير زي الورش او زي دورات المياه وكزا او المطابخ? فبناءا عليه احنا بنختار القصة دي. آآ ده اللي هو الفقد بتاع الكشفات بتاعتي. اوكي? فها في الغالب هنخليها على الديفولت اللي هي التمانية من عشر. اوكي? آآ ده اللي احنا قلنا عليه المنسوب اللي احنا هنحسب عنده الاضاءة. زي ما احنا شايفينه هنا كده. دي آآ غالبا بتخليها نص متر. دي المسافة اللي انا ما يهمنيش فيها الاضاءة. يعني طبعا انا مش محتاج اضاءة مثلا آآ لزق في الحيطة بتاعتي. انا عايز الاضاءة مثلا تبقى اسيب نص متر. ده ده الحيز اللي انا عايز احسب عليه الاضاءة وده اللي يهمني ان يكون فيه الاضاءة بتاعتي. اوكي? فنص متر داير دا ما يهمنيش فيه الاضاءة الاضاءة بتاعتي تبقى فيه كيان. انا اللي يهمني اللي في النص او في المكان اللي يهمني اللي انا بتحرك فيه او اللي انا بشتغل عليه. طيب هنا بنختار او الكتالوج اللي احنا نشتغل عليه طبعا هو يعني اكثر الانتشارا وافضل كتالوج اه هو كتالوج فيليبس اوكي اه فيه انواع تانية كتير ما فيش مشكلة انا هشوف ايه اللي مناسب بالنسبة اللي اشتغل عليه بس احنا بنشتغل على الفيليبس ان شاء الله في التقطات بتاعتي. مجرد مختار الكشاف بتاعي من الكتالوج او البلاجن بيزهر هنا البيانات بتاعته. تمام? هنا تزبيت الكشاف هيبقى معمول ازاي? هو معمول هنا ده عشان انا مختار سبوت لايت. اللي هو راكب في سقف سائط. طبعا لو انا اخترت كشاف سيرفس. هيبقى هنا بقى ده هنلاقيه مكتوب سيرفس. اوكي. طبعا لو عايز اعدل ممكن اعدل في الاتفاق في التزبيت بتاع الكشاف ده زي ما انا عايز. اوكي. لكن احنا هنخليه اللي هو بتاعه. تمام? طبعا لو انا عندي سقف الكشاف متعلق مسلا. انا ممكن اتحكم في ايه? في او في الارتفاع بتاع التيش او الجنزير اللي هو متعلق فيه كشاف. اوكي? طيب. اه فخلينا نعمل كده تطبيق عملي. هناخد مسلا. المدخل. تمام? اه اول شيء لازم اه اجيب ابعاده من اللوحة. فانا عندي الابعاد بتاعته. في تمانية متر وطمانتاشر سنتي. في كام يا شباب في احداشر متر وترتاشر سنتي. اوكي? فاحنا هنحط الابعاد بتاعته. اوكي? ده كده العرض التاعي. حداشر. وطلعتاشر. الارتفاع ده جيبه من اين بقى يا شباب? هنجيبه من لوحة. هنا قال لك هايت كام يا شباب? هنجيبها من لوحة بتاعتي سوري. ثلاثة متر وخمسة سنتي. يبقى هنحط. ثلاثة متر وخمسة سنتي. طبعا ده شكل منتظم مش حرف هنسيب زي ما هو. طبعا بالنسبة لي ده لان ده يعتبر مبنى اداري مكان راقي يعني. وهيبقى فيه او ناس هتعمل صيانة اللي الكشفات في الوقت المناسب فهي هنسيبه زي ما هو. طبعا المدخل بالنسبة لي ان انا هو المنسوب اللي انا عايز اشوف فيه الاضاءة كويس فانا مسلا ممكن اخلي الاضاءة بتاعته مسلا على ادفاع تمانين سنتي. لولزون نص متر زي ما احنا اتفقنا اللي هي الحتة دي. انا ما همنيش فيها الاضاءة قوي. انا اللي همني اللي في النص. الكشفات هروح مختار. انا دلوقتي هاختار عايز اختار الكشف. هفتح بتاع فيليبس. اه العادي بتاع بتاع البلاجن اولا ما استطاوي بالشكل ده. الشكل ده اه ممكن ناس تتوه فيه شوية لان هو انا ممكن اختار بالفاملين ممكن اختار بالكاتيجوري. ممكن اختار باللمب كاتيجوري. يعني الاختيارات هنا بالنسبة للناس اللي لسه جديدة في في الشوك اللي هيبقى صعب عليها شوية. فانا بحبز ان اشتغل بالفيجول. ده بيسهل الموضوع علي جدا او على الناس اللي لسه جديدة في المجال. انا بالنسبة لي طبعا هشتغل اندور داخلي. زي ما انتم شايفين هو مبين الكشفات بتاعتي بالشكل. فانا بالنسبة لي مسلا ده ايه? السقف ده معمول ايه يا شباب? معمول بلاطات. بلاطات جيبسون بول. زي ما انتم شايفين. فانا بالنسبة لي انا اركب زبوت لايت. هيبقى افضل شيء. زبوت لايت ليد. فانا بالنسبة لي اللي هو اللي هو فانا اختار اي طراز من دور انا موضوع بالنسبة لي مش فارق خالص. اختار مسلا الكور لاين. الكور لاين داون لايت. هيقول لي انت ما عايزه الكام وط زي ما انتم شايفين هنا دا بتاع الكشف. اوكي? وهنا بتاعه. ودي ابعاده. هنا دا بتاعه وده الديامتر بتاعه القطر بتاعه. فانا بالنسبة لي مسلا عايز اللي هستخدم الاتين وعشرين وط مسلا. اوكي? عملت عليه سلكت. هروح دايس اد. هنلاقيها ظهرت معايا هنا. هنقفل البلوجين. اوكي? هنا طبعا احنا اتفقنا دا سقف ساقط فهي هتبقى. اوكي? يبقى احنا كده خلصنا بتاع الغرفة بتاعتي. اوكي? هندوس هنا انا بحط ايه يا شباب? بحط اللي انا محتاجه للمكان دا. اوكي? فاحنا هنرجع للكود المصري. طبعا ده مبنى اداري اه ما فيش مبنى اداري في الكود المصري فاحنا هنعمله معاملة الفندق. انا من نسبة لي بتاع الفندق خمس اه اللخس بتاعه بخمسمائة. اوكي? فهنقفى هنا ده الخمسمائة. هو خلاص. خمسمائة اكتوب. هندوس البرنامج هيكترح علي التوزيع اللي هو شايفها مضبوطة للايه? للكشافات. للاكس ده بالكشافات اللي انا بالكشافات اللي انا محتاجها بالبيانات اللي انا اديتها في الويندو اللي ورا. اللي هو ايه الطول وعرض الاو ده وتدفع السقف وكل الكلام ده. بناءا عليه هو ده المخترح بتاعه. اوكي? هنعمل كالكوليت. عمل الحسابات بتاعته. انا اللي همين يا شباب القيمة دي. اللي هي بتقال عليها اليو اي. دي لازم تعدي النص. مدام عدت النص بالنسبة لي يبقى كده موضوع اكسبتبل. ادي ده الاضاءة اللي هي الاضاءة المتوسط متوسط شدة الاضاءة في المكان. ودي ده المينيمم اللي هي اقل اضاءة في المكان. ودي الماكسيمم. ودي وده ده معامل المينيمم على وهنا المينيمم على الماكسيمم. مدام عدوا الاتنين دول النص خلاص انا كده بالنسبة لي الموضوع كويس جدا. مش هيكون في اه هي الاضاءة هتكون ومش هتبقى مجهدة للعين. الموضوع هيبقى مقبول. طبعا لو زادت عن مسلا عن سبعة من عشرة او تمامين من عشرة كده الموضوع كده في بهر. كده الاضاءة جامدة جدا هتتعب العين. اوكي? فهي ولا تبقى اقل من نص. اوكي? ولا اكتر مسلا من سبعة من عشرة. اوكي? هندس نيكست. ممكن اروح عامل اوتبوت اس بدي افايل. وهنكتب مسلا. عفوا. 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 هيطلع الروبورت بقى بتاعي طبعا هنا البيانات بتاعتي اللي انا انا محططهاش محططش انا اسم المشروع ولا ولا الكلام ده كله هنا حطي لي بتاع الكشاف اللي انا اخترته في الحساب بتاع الغرفة دي هنا هجاب لي الحسابات بتاعتي بتاعة الغرفة زي ما انتم شايفين كده الابعاد بتاعة الغرفة اه هنا الحسابات بتاعة والمينمم والماكسيمم والي احنا تكلمنا عليه انا اللي همني اللي هو اللي مش ولا 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 انا اللي همني انا عدد الكشافات تلاتين اللي هم كان خمسة في ستة وهنا الوط بتاع الكشاف الواحد والليومن بتاعه والتوتا اليومن والتوتا الواتج بتاع الكشافات اوكي بس اه اعتقد كفاية كده في الدرس ده ان شاء الله الدرس الجاي هنعرف ازاي نعمل اه الحسابات ببرنامج الديولكس بس الريد بقى اوكي اه شكرا لحسن تبعتكم وان شاء الله الدرس الجاي هكون مفيد اكتر واكتر شكرا شكرا